اشتركوا في القناة وأن الموضوع سيتسع في الزيارات بس كلها تجريبي إن شاء الله حاجة مشارفة جدا وزي ما سياد الرئيس قال أنه هو هديل للعالم الهديل الثاني بعد مكتبة إسكندرية يضم تقريبا أكثر من 7000 قطعة كان فيه فتتاح تجريبي والموضوع ليس مجرد الإمكانيات الكبيرة التي موجودة فيه كمراعي الشكل العرض البرندات محتوطة كمطاعم ويعني ما شاء الله يعني إحنا سمعنا كمان أنه تعرف بالذات الأثار لما بتروح معبد بتروح متحف بتقول خلاص أنا زورته مرة مش عايزة أروح تاني لكن الزريف أن في المتحف سمعنا يعني أنه هيتعمل قاعات متغيرة كل 3 شهور يغيروا الفكرة بتاعته الدكورات بتاعته وحيغيروا كمان الأثار نفسها هتبقى متغيرة كل شوية فدي حاجة فكرة كويسة جدا والتصميم بتاعه في الإنشاء يعني مساعد على دقيق يعني هو عاملين حسابهم لكذا فكرة حاجة مستدامة يعني بكة التغيير المستدامة أو السياحة المستدامة للمكان كمان من ضمن الحاجات اللي أنا شايفة أنها هتبقى برضو مزريفة وحكاية الفيديوهات التفاعلية أنه السائح مش بس حيبقى بيتفرج لا كمان حيبقى بيتفاعل مع المكان ويبقى داخل أكينه داخل في البهو بنفسه بيعيش التجربة بيعيش الحياة بيعيش الفكرة القديمة أن أنا بشاهد بنفسي ويشوف طبعا حاجة عظيمة جدا طيب خلينا نروح لموضوعنا بقى الحج والعمرة والحقيقة أنه إحنا دائما بنخصص حلقات للموضوع ده لأن الناس بتبقى عايزة تعرف أكتر إحنا نفسينا عايزين نعرف الشركات عاملة إيه إيه القرارات الجديدة اللي جاي من المملكة أو مصر مقررة بالنسبة للجديد إحنا شايفين الحقيقة أن المملكة بتقدم كل شوية تسهولات يعني تسهيلات للحج والعمرة وبتقدم فرص كويسة جدا وبعد ما كان فيه شوية أنه مثلا الستات ما تطلعش لوحدها لأ دلوقتي أنه لا كله مسموح له أنه هو يطلع من غير مرافق الولاد الصغرين إلا لساعة تحت السنة 18 هو لازم يبقى معه مرافق لكن الموضوع عمال يبقى فيه تسهيلات عن الأول فخلينا نتكلم كده من ناحية المملكة إيه القرارات اللي خدوها جديد هي المملكة السنة دي قررت أول سنة أن هي تبدأ إجراءات تنظيم الحج بدري يعني كنا كل عام يعني بتنتهي مثلا زلقاعدة قبل الحج بشهر إجراءات التنظيم السنة دي لأ هي مقررة بدري أو بدري جدا أنها بتنهي الإجراءات الإدارية لسهولة التنظيم والتوزيع في المخيمات ويبقى في شهر خمسة أو شهر ستة لا أعتقد أن هم ممكن يخلصوا يعني إحنا ماكس مام مشالا في شهر اثنين الحج في شهر خمسة الحج السنة معده سابت ما فوش تغيير ده 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 نحن قصد شهر خمسة ده شهر خمسة مايو يعني آآ آآ لا المواهيد الحج السابتة ما فوش تغيير الإجراءات الإدارية الحجز السكن هم قصد من دلوقتي في شهر خمسة بيتكلموا عن الحج شهر خمسة وإحنا لسه في شهر حدوش بديم من دلوقتي يتكلموا على شهر خمسة آآ وإحنا المفروض في شهر اثنين نكون انتهينا من كافة الإجراءات ماكس مال آآ آآ ويكون هو بيعمل دراسة أن أنا عايز بلاستراتيجية بتاعتي قدامي المخلص بدري الشركات أو الدول اتعاقدت وتم التوزيع في المخيمات في المناسك سواء عرفات أو ميناء يبقى عمل بلاي مسبق أنه هو بيخلص بدري عشان لو فيه أي حاجة طبعا ده تنظيم هي ما شاء الله المملكة بتحرص على التنظيم الجيد وهم بدأوا في السياحة الدينية سواء العمر أو الحج أنها بقت صناعة عندهم بيتطوروها بدأ يخش فيها التكنولوجي بشكل كتير جدا والمنصات بدأ النهاردة احنا فيه اقتار الحرمين فيه اقتار المشاعر فيه التفويج الإلكتروني للحج معرفته فين الأساور اللي قدام يعني ما شاء الله هم بيقفزوا كان زمان نسمع الكلام ده كان حقيقي ولا لا فكرة أنه المملكة ما بتكسوش حاجة من الحج والعمرة على أساس أو يعني حاجات بسيطة على أساس أنها بتصرف مصاريف كبيرة جدا دلوقتي شايفين سياسيتهم اتغيرت بحيث أنه لا حيبقى فيه دخل كويس جدا من الحج والعمر طبعا أكيد يعني هو النهاردة حتى لو هي ما كسبتش أي معتمر أو أي حاج بيصرف يعني احنا مصر كانت بتدي دعم طيران عارض عشان الساحية عشان يصرف في مصر يعني فنهاردة أنا أروح أخذ فندق أستهل الكهرباء أستهل كذا أستهل خدمات أساسية خدمات إضافية أشتري طبيعا تشغيل تشغيل وإنكم قوي جدا وهما بيحرسوا على تنميته وبيحرسوا على خدمة الحج في المقام الأول ورحته طيب خلينا نتكلم على مصر بقى مصر كمان أي لا إيه في الفترة دي لأن أنا مثلا سماعت أنه فيه من ضمن لازم تبقى حديثة بقدر الإمكان تبقى مريحة بقدر الإمكان فده معناً فيه تسهيلات كتير جدا هتبقى للحجاج والمعتمرين في أنه يبقى فيه ما يبقاش بقى فكرة النقطوبيسات بتقاف بالساعات اللي بتتنقل من ميناء من عرفات لميناء والحاجات اللي كانت ممكن تبقى معوقات خلينا نتفق على حاجة يعني الوزارة السياحة والأسار من أعلى الوزارات في مجال السياحة الدينية اللي عندها كوادر قوية جدا بتاعي وتفهم وتشرف وبالطبعية الشركات السياحة أكتر حد بيننظم رحلة وعنده إزاي يتعامل مع العميل وإزاي يتعامل مع الحج وغرفة شركات السياحة بتعمل دورات للمشرف بالإضافة أن احنا بنستعين عمتا بفترة كبيرة شركات كلها بخارجين الأزهر والأوقاف للإشراف الديني فإحنا يعني ناس بتنظم عندها خلفية قوية وقدرة على التنظيم بقالها سنوات كوي النهاردة الوزارة بتطور على طول يعني كل سنة إحنا هنحصل دروب في حاجة يعني الموضوع الأتوبيسات مش أول مرة دائماً الوزارة بتبقى حتى لمت موديل يعني وبكل سنة بتقلل سنة كل سنة بتقلل سنة بتقلل سنة يعني أصدك بتخلي أنه حديث أه لو السنة دي باخد 16 السنة ناخد تبقى حديثة شوية سنة جاي ما اخدش 16 كوي أخد كذا حتى الأتوبيسات اللي بتستأجرها شركات السياحة من النقابة العامة للسيارات في السعودية للتيران ملزمين بضوابط معينة وبعدد ساعة الكلاسي معينة وأن يكون الأتوبيس يعني في دول بتاخد الأتوبيس يروح ويرجع ويوضي لأ شركات السياحة ملزمة اللي واحدها في مصر إنها تنظم الأتوبيس يبقى لعدد الحجاج بتوحها ما ياخدش حاجة ويركن في الجراش وبتحرس الوزارة والغرفة كل لجنة العليا للحج العمرة على أن تكونك حتى الجراشات قريبة من المخيمات لسهولة تحرك الحج لأن احنا بيبعندنا ناس كبار السن لا دعنا لحيت حتت كمان ميناء اللي فيها رمي الجمرات والمشي من ميناء لغاية مكان رمي الجمرات مسافات طويلة جدا الناس كانت بتتعب جدا في ناس كانت بيغم عليها ففكرة ده مع التنسيق مع المملكة وضع إيه وهل فيه تحسن شوية حصل في الموضوع ده ولا هم اللي بيقووا بيقسموا التأسيمة دي إحنا مناش دخل بسي خلينا أتفق في نقطة أنه يعني لما يكون متوسط تلاتة مليون حج بيحجوا في فترة واحدة محصولين بين جبلين فمنا مقفولة يمين وشمال بين جبلين منطقة مشاعر دينية محددة إسلامية لا يقدر يتخطها أو يقدر يتعدى حتى لما فتحوا يعني أننا أمتد جزء من المزدلفة تبقى لفتوة امتداد صفوف الصلاة ولكن في الأول وفي الآخر احنا محصولون بمكان ديء وربنا سبحانه وتعالى يعني الله تحب بأن تقطع روحه صفر أيضا كما تقطع فلأ النهاردة لما ييجي بيقول أن ما يقدرش يرجم ما يرجمش يعني يوكل يقدر عني لأن زمان أيام لما حصلت حدث التدافع والناس داست والكبري كان نتيجة تكدس الناس في توقيت واحد فالمملكة اضطرت لكده أنها بتعمل عملت أدوار أدوار والتجاه سير واحد للزهاب موزع والتجاه خروج يرجع يوزع على محاور كله حيمشي كتير يعني كل المعسكرات حتى تمشي لغاية السنة اللي فاتحنا ما نعرفش الخريطة بسماو الخريطة المرورية خريطة التفويج ولكن حتى الآن هو دا اللي تجاوز يعني حتى القريب من رمي الجامرات وهو في الرجوع هياخد دايرة جاملة للأسف يعني الناس بحث تغير في السياسة شوية يعني أنا رايح أرجم التوقيت طبعا لازم ألتزم بمواعد التفويج منع لتكدسات أن أنا أتكدس عند الجامرات وفي نفس الوقت أننا التحركات إمتى وروح إمتى ومش لازم أننا مثلا في نفس اليوم لقيت نفسي تعبان ما كبرش لا في مشرفين في ناس معانا ومشاء الله المصريين كلهم بيساعدوا هل في ناس بترجع كانت لمكة تاني وترجع تاني أعتقد بما أن بقى كمان معانا ناس من الأزهر بيأخذ جزء من الليل وبيدور بعض الرخص وبعد كده أنه هو بيكمل اليوم وبعد كده بيروح يبات ويرجع تاني منها كويس جدا فده كان بيسهل أمور يعني عاصل الموضوع ما بقاش خطر زي زمان وشركات السياحة الوحيدة اللي بتأدي الدور ده وبيكون عندها لصف أنه هو بيجهز أوتوبيسات تنقل الناس منها لغاية مكة وترجعهم تاني في المواد الشرعية لضمان حجهم بنشوف الإيرانيين وبنشوف الصينيين وبنشوف اللهم الناس في أسيا مش منظمين جدا هم نفسهم مرتبطين ببعض أو يتلاقيهم عاملين خط كده ولو شاطر أنه الحجيج والناس المعتمرة تلتزم بالمصرح بي وبالمتقال سواء على مستوى المملكة أو على مستوى الشركة اللي طالعين تبعا يعني دي ثقافة ويعني لما بتشوفي ناس من باكستان بنجلديش أفريقيا يعني هم بيخافوا أن يهتوه اللي بيهتوه ده فهو بيبقى مسبب له معاني دلاتي ما بقاش في مشكلة زي زمان في اللي بيهتوه يعني ممكن يوصل لمكان معين ويعرف لا لأنهما السكن بتاعهم ما بيباشر قريب من الحرم فبيبقى خايف لو أنا تهت يبقى أروح فين واللغة واللغة بالزبط فدي بس يعني أنا لا تلقى بأيديكم في التهلوكة أنا يعني دي نصيحة لأي حاج أو معتمر أنا لما لاقي تجمع جنسية إيران أفريقيا باكستان بيتحركوا كمجموعة مجيش أختارق يعني أنت ربنا كاتب لك الحج بسكين يعني بهدوء مش لازم أخترقهم أستنى لما يعدوا بالراحة دي لك ولا جدال يعني حتى ما أتكلمش كتير لا أعتفق الدقيقة لو كم ثانية دولة أنهم ما يعدوا وأنا يعني كم المناسكي في هدوء يعني أما طبعا أن أنا أخترق ممكن يوحد يقع لذلك أتكلم كمان على المصريين في فكرة النظام في فكرة أنه يلتزم بالمعادة بالظبط في فكرة أنه يبقى عارف مكانه فين وحافظه فيه ناس بتبقى نمتاج أو يعني لو تاهد تعرف تتصرف يعني أنا أتكلم على فكرة الالتزام وإزاي أن الشركات نفسها وهي خارجة مع المعتمرين أو مع الحجاج يبقى فيه موعيد مضبوطة نلتزم لو سمحته يبقى الحاجات دي كلها دي مهمة يعني ما هو ده اللي أنا كنت قلت في البداية أن الشركات السياحة بيكون المشرف اللي يطلع مش أي مشرف أنا لو شركتي عايزة أطلع مشرف لأ لازم يكون ليس فيه لازم يكون يكون مساجل في الوزارة لازم يكون عليه إجراءات صحته هل كله قدرة أنه يشرف هل سبق ليه أنه طلع حج ولا لأ لازم يبقى طلع حج قبل كده هو على أساسي بعرف الأمعاد لو طلع حج قبل كده مش لازم أخذه مشرف أساسي يطلع مشرف مساعد علشان نضمن لأن النهاردة التحركات من عرفات لمزدلفة لميناء والعكس دي مش سهلة لأن الطرق بتقفل لازم يكون عنده ثقافة أنه لو الطريق ده قفل لما بيحصل تكدس في طريق السلطات السعودية بتحول على طرق تانية أنا أعمل إيه كل الكلام ده بيطلع وبيطلعه ككل بيتشرح لهم أنت هتتحرك من هنا أنت هتتحرك من هنا أنت هتتحرك الحج لما يحصل إزاي أن أنت ما تخلوش يخرج ينفعله يحس أنت النهاردة بنتكلم في فريضة فريضة والحج دافع وممكن ما يقدرش تاني فبيبقى متخوف أن أنا ما عملهاش على الوجه الأكمل فبيبقى الموضوع استرس عالي قوي فده من الحاجات اللي لا تتواجد إلا في شركات ساحة خلينا نروح لجزئية تانية فكرة أنا أولا عايز أسأل على القطر لأن القطر ده بقى له سنين بقى له كتير قوي يمكن إيه من خلسين وخمستاش لا قطر المشاعر ولا قطر الحرامين مش عارفة القطر اللي كان بيسهل أمور كتير جدا يمكن هو الانتقال من عرفة الميناء لا قطر المشاعر ده مهمة قوي وهالا المصريين داخلين فيه ولا بتبقى الحاجات بس البي آي بي أو الحاجات الوسياحة لا القطر بيختلف حسب مكان مخيم البعثة يعني المخيم الجزء اللي فيه الحجاج المصريين بيبقى الشطر التاني من ميناء فبيبقى القطر بعيد عنه فلو راح ركب القطر عيق طاعردي فبيبقى ليه مش مميزة بالنسبة لنا القطر الجديد اللي بقى له كم سنة قطر الحرامين اللي من مدينة المكة لا هو ده من العوامل المساهلة جدا الحركة بالإضافة للتفويق بتاع الشركات ويعني الحمد لله عندنا ثقافة عالية جدا وخبرة في التفويق بيوفر هدك كبير جدا جدا ويوفر تعب للحجاج طيب خلينا نتكلم على فيه ناس كتير قوي حاولت البزنس بتاعها من 2011 في السياحة راح تلحج العمرة لأن ده المضمون المؤمن يعني يعرف فيه ده لأيام الكورونا ما كانش فيه حجو ما لسه عايزة أقول إنه الكورونا كانت صدمة للجميع لأنه اللي حصل في الكورونا ده غير متوقع فكرة إن الكعبة تبقى مفيش بني قدمين حواليها ده يعني مشهد أعتقد ما كانش موجود من ساعة القليقة فدي كتتت صعبة والحقيقة إنه شوية بشوية الأمور بنتتت ترجع لكن إحنا مصر كان فيه قرار من ضمن القرارات من وزارة قالت إنه العدد يبقى محدود يعني الصعودية كانت فتحة الموضوع إنه الناس يجي بقى خلاص الموضوع انتهى وكانت مصر لسه مقال لي الكلام ده يمكن وإنسان الفاتت قول لي بقى الأرقام برضو لسه إحنا متحددين بأرقام ولا موضوع الفتح إنه قتال الشركات خسرت برضو رغم أن الأمور جات الشركات للأسف بقى لها من ساعة الكورونا بتحاول تتعافى لأن هي النهاردة أي شركة عندها صطف عندها عملة مدربة صعبة تفرط فيها وما كناش عارفين إنه إحنا نبدأ إمتى الكورونا ده ما حدش عارف إنها تنتهي إمتى ولا نبدأ إمتى ففيه شركات كتيرة تحاملت وخسرت وحاوزت على العملة المدربة عندها لكن صعب طبعا السنة اللي فاتت الدولة خدت قرار يعني لظروف اقتصادية بتقليل عدد المعتمرين والحجاج المعتمرين والحجاج يعني المعتمرين تقريبا ما كانتش مساء الموضوع ده لأنه كان فيه حاجات كتيرة موجودة تأشارات زيارة حضرتك سكرت في البداية الزيارة وخلافهم من التأشارات المختلفة ولكن كان الحج السنة اللي فاتت بس كان فيه جزء كده لتأخر التنظيم للتدبير حاجات كتير يعني بس السنة دي الموضوعات فتح شوية ده بل يمكن في أكتر الدولة السنة دي كانت مهتمة بشريحة من الناس اللي كانت بتتجه لأسواق أو لكيانات غير شرائية بتشتغل الكيانات دي مش مصرية بس فيها كيانات برا مصر سعودية وغير غير التأشيرة المباشرة والحاجة وزارة السياحة والأسار النهاردة فتحت الباب للبقاء دي تبتحت مظلتها للمقام الأول وأخير لحماية الحاج المصري يعني الحاج المصري كان بيسمع يعني برامج وهمية بأسعار يعني تخلي الحاج يتجه لها وبعد كده لما بيسافر هناك بيتفاجأ بحاجة على النقيد ده لولا أحد ويمكن وزارة السياحة والأسار وغرفة شركات السياحة نزلة بحملة قوية جدا جدا لتوعية العمرة لتوعية المعتمرين والحجاج للتعامل مع الكيانات المرخصة هو بيقولك تعامل مع أي حد ولكن يكون متواجد على البوابة المصرية عمرة ومتواجد على البوابة المصرية للحج علشان تضمن حقك لأن كل عقد وكل تأشيرة رسمية بعقد رسمي محمي من وزارة السياحة والأسار للمواطن المصري كويس قوي وكلام ده حتى من خلالنا ومن خلال منابر الإعلام أنه لازم الكلام ده يوصل للناس لأن فيه ناس يعني الطيبة وفكرة أنه زي ما قلت معهوش فلوس وعايز يحط إش عشان يطلع العمرة دي بتخلي الموضوع بالنسبة له يعني صعب جدا وبيلجأ بقى للناس الأسهل للطرق الأرخص بالزرح فدي مشكلة كبيرة جدا وأعتقد مشكلة دي هتفضل قائمة لأن احنا أنا فكرة أنه مجل الشعب يتكلم في الحتة دي وأنه زي أنه كمان يتم التعاون مع المملكة بحيث أنه هي المملكة نفسها ما تقبلش ناس تدخل غير لما يكونوا تابع البوابة تابع البوابة المصرية أو البوابة العمرة والحقيقة أنه واضح أن الموضوع ده ترفض من المملكة أنه لا أنا ما قدرش أقول الكلام هي المملكة ما بتخصص شيء لدولة بعينها هي عاملة كسيستم أو كنظام عامة وهي بتفتح هي عندها تارجت 20-30 من تجهاله بقوة وبتحاول تحقق أرقام وهي من حقها كبلد أنها تشوف السياسة وإحنا من حقنا كبلد برضو أنه نحن نقطة الألية لتحمل حج والمعتبر المصرية أنا أقول لك حجاء ويمكن اتكلمت أنا فيها قبل كده المملكة العربية السعودية لو قررت أنها تتعاون مع دولة مع مصر كدولة فإنه لأن إحنا زي ما قلت ممكن يكون برضو الأعداد عندنا بتبقى كبيرة جدا ممكن أكتر من أي دولة تاني فخلينا نتكلم على أنه لو تم التعاون أول المستفدين هي المملكة لأنه بعض الأحيان بقعدين في المطارات مفيش مكان يروحوه وبعض الأحيان بقعدين في الشارع مش لقي اللي نصب عليه ده ولا بتاع مش عارف يرجع تاني مش لقي الطيارة بتاعته فبالتالي على مستوى الأمني وعلى مستوى الربكة اللي بتحصل ده بيتسبب مشاكل المملكة نفسها فعشان كده زي ما بالزبط عملنا في حكاية ليس كنا بتكلم على عودة الأثار بتاعتنا أنه كان زمان لما وزارة السياحة بتوجه كلامها لوزارات هناك ما كانش يمكن حد بيستجيب قوي لكن لما بتدت وزارة الخارجية بتاعتنا والحقيبة الدبلوماسية بتدت تتحرك في موضوع رجوع الأثار بتاعتنا واستردادها ابتدوا يخدم مواقف وبتدت حاجاتنا ترجع فعشان كده بتتكلم لو الحقيبة الدبلوماسية بتاعتنا وبتدينا وزارة الخارجية والوزارات ورئيس الوزراء يتكلم في ده لأن ده زي ما قلت بيأذي صورتنا بره بيأذي صورة المصريين بره في أنه أنت ماتش منظم أنت جاي تابع مين أنت وضعك إيه هتبدأ لعيدك في المطار هتبدأ لقاعدك في الشارع وتبقى مشاكل كبيرة لأن هم بقى عندهم سيستم قوي جدا ويقدر يدخل اسمك كده ويعرف كل تفاصيلك وإذا كان أنت تابع إيه وكل للرسمي إحنا برضو عندنا خطأ عندنا هنا أن إحنا بننجرف بسهولة للتأشيرات غير شرعية يعني تأشيرة العمرة بيكون عنده كل الداتا وكل بيانات المعتمر وتابع شركة إيه ووزارة السياحة حطاله ضوابط وعارفة سكنه فين وفين وفين ولكن النهاردة بيتلاقي واحد يقولك لا طبعا أدي لك تأشيرة زيارة وعمل لك برنامج يقل مثلا 20-30 ألف خلينا نتفق في نقطة الفرق العملة ما يعملش الكلام ده ولو شركة سياحة أو أي أن كان من المنظم مش هيكخذ الأرقام دي فأنت كطبيعي لازم تكون عارف أن الفرق ده في الخدمة في المكان يروح يلاقي نفسه على بعد 6 كيلو أو 7 كيلو من الحرم ومساكن غير أدمية ومصلات بقى كمصلات بيدفع بالضبط ولو رحت مرة ما تروحش مرتين النهار ده أنت كمعتمر بتأشيرة عمرة اللي عندك تأمين الوزارة السياحة مع غرفة شركات السياحة عمل لك تأمين صفر حتى لقدر الله لو حد تأمين وفاء يعني عمطة لو لقدر الله مش عايز يندفن هناك الزايل الجثماني يتشحن عملك كل لو مش حارف مين اللي امتلع قرار أنه كبار السن أو الناس اللي عندها مرض ما تقدرش تسافر ده الصعودية اللي طلعته ولا مصر اللي طلعته ولا إحنا كوزارة لا لا مش هو الحجل ما أنا استطاع إليه سبيلا الاصطاعة مش بس الفلوس وصح يعني كاد بتحصل حالات أن في حد بيحجز لوالده والوالدته عنده 70-80 سنة ما بيعرفش يتحرك ما بيقدرش ما عندهوش الدواعي الصحية أنه هو يقدر يتقدي حجه فكان النهور يكون قادر يكون عنده القدرة والاستطاعة يعني مين يحدد دي لو مش بوازع داخلي مين اللي يحدد حاجة زي كده بيطلب منه كشف طبي ومن مستشفيات مصرية وبتعرف ده بعد سن معين بيطلبه بشكل عين هو لغاية السنة اللي فاتت كان بيطلب من كل اللي طالعين لأنه هو يعني ربنا يعفل من جميع المرض ما لهوش علاقة بسن ولكن لضمان أنه هو يحج يعني أنت ربنا اداك رخص ويعني من رحمة ربنا بينا أنه ما فردش علينا الحج على الجميع لما نستطيع ليس بيلا فنهار دا بتلاقي مثلا حد مش قادر يمشي مش قادر يقعد مش قادر يخش تقيلة ويطلع الحمام والكلام فالحاجات دي يعني أنه هو يقدر ينفس حجه صعب وفي ظل أن المشرف حتى لو طلع مش هيتطلع لكل حج مشرف ولو في حج معاك طلع في الوضع اللي علمك من المصريين من أكتر الناس اللي بيخدموا الناس كلها يعني بيساعدوا بعض عندنا الحتة دي في الشعب المصري إن شاء الله جدعان بتاعتنا ولكن النهار دا أنا بحك أنا أول مرة حك فأنا خايف فمش حاضر فعشان كده الضوابط دي لأنه كان بيشوفوا حالات بينزل الحرم ويتوه ما بيجيش غير بعد ثلاثة أيام يرجع للمستشفى فكانت هي ضوابة صحيحة والسعودية نفسها بتبقى يعني فيه برتوكول بيوقع دايما مع الحكومة المصرية في الحج أو مع البعثة المصرية للحج وبتبقى دي من الشرطات إحنا عايزين نقول بس عشان برضو نأكد بفكرة أن أنت إيه أروح عند بيت الله بس وخلاص أنت مش متخيل وقت الحج وعلى فكرة أول عمر دولتي كمان بيبقى كأنه يوم الحشري يعني وبعدين محدش يتخيل أن الحج فيه متعة الحج فوش متعة الناس متخيلة كده الحج ربنا يعيزنا شخصا غبر يعني وفيه مشقة رهيبة فمحدش يتخيل إيه لو حتى سكن في قتال بعيد أو في مكان بعيد يقول لك عمشي مش مهم مهم ما وصل مهم ما روح يعني خليني أختلف مع حضرتك في المتعة لأ العبادة في حد ذاتها لها متعتها ولكن هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني الموت ما تذكرش والتشبيه تشبيه الإنسان وهو بإحرامه كأنه كفنه زي يوم الحشر يعني من التشبيهات الحج دي اللي يدي مهابة ويدي ما يفهاش متعة بقى يعني لما نتخيل كده يوم الحشر دي إن شاء الله تعالى متعتنا كلنا العمرة العمرة كلها يعني نحن نكون متعتنا كلنا بالجنة بإذن الله تعالى في الآخر ولكن يعني التنظيم بقى والحاجة التانية كلها بيخلي الناس عندها الرعب والخوف ولكن الموضوع لو هو فكر فيه في شكل تاني إن الحج ما بيختلفش في المناسك العمرة الناس عشان العمرة مش فريدة بتعمل العمرة ومرسوها الحج علشان فريدة بيبقى الأمن خايف حتة تفوت وحاجة يا منا هو الأمر ما بتفرقش على الحج غير في الجامرات وهو بتحرك مع المشرف بيرجم وبيرجع بس وزائد يعني الكوادر اللي في شركات السياحة وتلاقي مختلفة طبعا عن أي تنظيمات تانية أو بعثات بتنظم تاني لأن أقل واحد في شركة السياحة بيطلع إشارة يكون عدى على 10 سنين في الحج وزارة السياحة ما ما بتتهونش في الموضوع ده طيب هسيبك ترتاح شوية وحنرجع نتكلم على أن اسمعنا برضو أنه ممكن المعتمر أو الحج يدي الحج بتاعته الوالد أو والدته أو العكس الأب والأم وممكن يدوها لابنهم هنتكلم في الجزئية دي بس تعالى نطلع كده سيد الوزير أحمد بي عيسى كان بيتكلم في قناة من القنوات المشهورة على مستوى العالم أو على مستوى الواتف بتاعتها الأمريكية وتعالى نشوف الكلمة بتاعته ووقته القوي نرجع نكمل كلام بالفضل إيجبت إيجبت تقريبا من ما يحدث في الموضوع الشرم الشيخ يتبع المترجمات من أوروبا بالطبع هرغادا مرسا علم نوكسور أسوان كايرو أعتقد أننا نرى نقوم بشيئة الموضوع وزير السياحة والأثار أحمد بي عيسى الحقيقة كان مهتم جدا في وسط الأحداث التي حصلت أن يكون يتحرك سريعا أول ما مسك قلنا اقتصاد رجل اقتصاد يعني نحن نريد حد أثار حد السياحة لكن رجل اقتصاد لكن الحقيقة أنه أثبت لنا أنه الاقتصاد إحنا في أشد الحاجة الرجل اقتصاد في الفترة الحالية والحاجة الثانية كمان أنه أول منتبه اللي بيحصل في شرق الأوسط وأنه ده حيأثر علينا على مستوى السياحة بيطلع يحضر كل يمكن حصل كذا برصة كذا معرض سياحة كان محاضر بنفسه كان متواجد أغلب الوقت وكان لي متواجد في المبادرات برصة لندن كان لي حضور قوي جدا كان لي لقاءات مهمة جدا ووضع ساعتها ووضع مصر الأمني عامل إزاي خلينا رجع تاني للحج والعمرة وكنا بنتكلم على ده فكرة أنه ممكن أدي الوالدي الوالدتي دي ممكن حاجة ما كانتش بتحصل بعد كده بحكي لنا تفاصيلها يعني من الضوابط السنة دي لشركات السياحة لتنظيم الحج أنه كان بيحصل مشكلة أنه أنه نعمل حاجة مثلا لو في أسرة تقدمت للحج كان بيحصل ربط للأسرة مع بعضها عشان لو حد نجح البقيةين يطلعوا لضمان سفر الأسرة مع بعضها بس برضو من خلال القرعة فكان بيحصل حالات مثلا أن العدد المخصص لكل شركة نتيجة النسب نسبة النجاح بتستسنى مثلا هم هم تلاتة ينجح تلاتة بيتم مراعاة ولا بس قرعة لا هي قرعة هو السنة دي فتح الموضوع ده يعني مثلا لو في حد كبير ابنه نجح أن يكون لي التنازل لابنه ولكن شرط أن يكون مقدم في القرعة ما هو ما ينفعش حد ما نجمش يعني يكون ابني مقدم في القرعة وساعتها أنا ممكن أتنزله عن العمر أو الحج الأب مثلا نجح العمر أو حج الحج فقط بس دي طبعا بشروط أنه هو المنع أنه مثلا تكون حاجات غير حقيقية يعني السيستم ما شاء الله يعني اللي عاملينه حاجة تكنولوجيا عالية جدا وبعايز أزود لحضرتك حاجة معل الوزير من الناس المتخصصين في التكنولوجيا ويمكن هو كان صاحب التفرة في البنك اللي كان يعمل فيه وصله لمرحلة التكنولوجيا تحول رقمي هو من اللي كانوا مستمعينه في البنك راجل ديجيتال يعني فما فيه صناعة بدون تطور وهو ما شاء الله في الكنسيبت ده قوي جدا فإن شاء الله يكون اللينا في مصر بإذن الله في السياحة تفرق ومناسبة تحول رقمي كلمنا عن البوابة أنا عرفت أنها نجحت على مستقل عمرة لسه مش عارفين يشغالها على مستقل حج بشكل جيد ولا لا خلاص بعد نجحها في العمرة نجحت يعني هي في العمرة فكرة البوابة كانت فكرة مصرية من مجموعة من الشباب يعني الحمد لله شرف أن أنا كنت منهم أنا أو 6 أو 7 من أصدقائنا كانت هي مش الفكرة ليها ما كانتش بس العمرة كانت الفكرة فيها أنها تستخدم في السياحة الخارجية في السياحة الداخلية أنها تعمل زي ما احنا بنتكلم التحول الرقمي العميل النهاردة لما بيحجز من برى مصر بيكون البيانات بتاعته أو الحجوزات اللي موجودة بعيدة عن الكيانات الغير شرعية واضحة للدولة وواضحة يعني كل واحد بياخد حقه دولة بتاخده ربيطها السياح بيجي ياخد حقه سواء في السياحة الداخلية حتى السياحة المصري كنا بنسمع لأن المواطن المصري يحجز من خلال كيانات غير مش عارف مكتب يقول أنا ترافل وتلاقي في الآخر من السياحة ملوش علاقة ورقصة وتنتهي فداكت الفكرة لكن كل الموجود في البوابة مقنن ومصابة البوابة بقاء لها قانون القانون مشدد الأقارة أقره مجلس الشعب. خانون مشدد جداً جداً في بنوده. تقنين الشركات؟ في الشركات. في محاسبة المخالف. في الغرامات المالية. وتصل للسجن. وتصل لإلغاء الترخيص. أنا أقدم الشك والمين بقى؟ لو أنا الوزارة السياحة والأثار. هم اللي هيبتدوا ياخدوا. أنت كمين؟ كمعتمر واخد الطريق الشرعي. أو أنت كمعتمر واخد سكة؟ بالضبط. هنا بتضيع حقوقك في اتجاهك. وانت هتحاسب مين؟ هتحاسب كيان وهمي غير موجود. النهاردة بتلاقي للأسف شركة أبو مش عارف إيه. نزلة على الفيسبوك. على تواصل الاجتماعي. ونزلة وملهاش. وحاول لي على مش عارف إيه الدفع الجديد الكياش. ومش عارف إيه الكلام ده كله. فبيدفع الفلوس. بيدفع جزء. بيدفع دوبوزة. الرقم بعد كده بتقفل سنة معنى. الحج فلان والحج فلان بيلما أصحنا. ابعتلي على حساب أي. لا الصنع واسق فيه ده أنا بشوفه. ده ابن ابن ابن. هو الرجل ده قد يكون أفضل واحد في الدنيا. ولكن هو لما بيجي بينفذ بينفذ مع حد في السعودية. إحنا كشركات سياحة. لو فيه وكيل لنا خالف اتفاقه معنا. إحنا فيه برتكول بين مصر والسعودية. زي ما فيه غرفة شركات السياحة. في الغرفة مقابلة لها هناك خاصة. زي ما فيه وزارة سياحة. فيه وزارة حج. حالين بقى فيه نيابة الحج والعمرة. ودي بتستهدف أي من يخالف. وخيله دليل على كده. كان فيه تقصير السنة اللي فاتت. من إحدى شركات اللي بتأدي الخدمات. طب تعويض الحجاج المصريين. ورد المبالغ لهم في حسابهم. من خلال الشركة دين. الشركة دفعت الغرامات طبعا. الشركة دفعت اللي تحولت للبلد. وتترد الفلوس في حوالات. باسم كل حج مصري. والسلام فلوسه بنفسه. كانت إيه الأخطاء ساعتها؟ كانت سنة فارقة. كانت بعد قفلة. فالمخيمات مثلا دخل فيها تأشيرات زيارة. دخل فيها مش عارف إيه. لأن للأسف تأشيرات الزيارة. وتأشيرات السياحة. ده ما لهوش حج. أنا سمعت أن هما نفسهم عندهم رجال أمن. ما بيعملوش حاجة غير ده. أن هما بيمسكوا الناس بشكل عشوائي. أو يعني بيتكلموا مع ناس بشكل عشوائي. وياخدوا بياناته. ويشوفوا إذا كان هو زيارة. وممكن يبصموا. ما عرفش الكنترول عليها يمكن ده أدت للسبب. مش حقيقة داروا بها كل حاجة داروا. بس أعداد كبيرة تمسكت. أعداد كبيرة تمسكت. تغرمت 10 ألف ريال. اتمنعت من دخول السعودية لمدة 10 سنين. ده أنا رفيا. وكل سنة طبعا السنة اللي فاتت. هما ده أسارتها العمر تشوائي. العمر تشوائي اللي الرسمية تلغت. بسبب الأعداد اللي تفاجئوا من الأرقام. إذا كان. كيف أقول لك. أول المستفيدين من فكرة أنه يحصل تعاون ما بين مملكة وما بين بوابة مصر الإلكترونية فيما يخص الحج والعمرة. هتفكت كتير مع المملكة. خلينا نتفق أن الناس اللي كانت رايحة ما كانتش رايحة أنها حجة وعمرة. رايحة زيارة شخصية. واحد بيدعو. زي إحنا أنا ممكن كمصري أدعي أي صديق لي خارج مصر يجي شرفني. هو نفس الفكرة كانت متاخدة كده. السنة دي لا تم حط قيود عليها ما بقيتش بنفس الشكل. فالإجراءات مش هتبقى زي السنفات. وبعدين السعودية طبقا في حبس في غرامة في منع. بأنهم عاملين تسليلات كتير قوي. اللي معاه شانجن مثلا يقدر يدخل يعمل عمرة. يعني في شوية حاجات أقرطة على المملكة. نتفق على نقطة هي المملكة زكية جدا جدا في الموضوع ده. نفس ما كان بيتكلم الزميل العزيز اللي فعلا إضافة لنا جميعا أرساس كريم طبعا في سياحة الحوافز. سياحة الحوافز مصري شغالة من زمان. الشركات الكبيرة الإنترناشنال كانت بتعمل بدل مكافئات للأسطاف بتاعها أو للعمل الكبار لهم. يعني مثلا فيه توكيل عنده كذا إيجنت لها يقدروا يطلعوا مصري يطلعوا فيه إحنا قدام في الموضوع ده. نأخذ بالك إحنا بالنسبة لنا بنسمع عن سياحة شواطئ سياحة أثر سياحة علاجية سياحة مؤتمرات كويسين فيها. لكن أنا بالنسبة لسياحة الحوافز إحنا برضو. لا طبعا. نحن من أدم الناس وكان مستر إلهام الزياد كان من الرواد لها. لا وطبعا فيه كوادر كبيرة عندنا وأسات زالينها. أولا أنا بشكرك لوجودك معنا نهاردة. يمكن نعرفنا تفاصيل ما كناش عارفينها قبل كده. بتمنى كده إن شاء الله العمرة القادمة تبقى عمرة موفقة. إذا كان الترتيب من دلوقتي للحجة أنا بنتوقع أنه تبقى الأخطاء في قليلة جدا. ما فيش مشاكل إن شاء الله. وتبقى حجة خير كده على المصريين وعلى الشركات بتاعتنا. لأنها تهمينا برضو أنه يكونوا هم كمان بيكسبوا وبعرضوا الخسائر اللي حصلت السنين الفات. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الجندي الخبيل السياحي. بقعود وغرفة شركات سفر وسياحة نورتنا وساعتنا. شكرا لكم على الحسن ومتابعة شوفكم إن شاء الله الحلقة جاية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة